طيب هنروح مع حضرتك لسؤال تاني حد كان بيقول أنا مؤثر في سرة الرحم وبكتفي بس بالتليفونات لأنه يمكن إخواته في مسافة بعيدة عنه شوية يا سيدتي بسم الله الرحمن الرحيم أولا من أعظم وأبشع وأفضح الجرائم والمخالفات قطيعة الرحم لأن في الحديث القدس الذي رواه البخاري بالسند لما خلق الله الخلق طبعا في عالم الأزل قامت الرحم فتعلقت بالرحمن جل وعلا فقال ما يعني لماذا تتعلقين هذا التعلق قالت يا رب هذا مقام العائز اللائز بك من القطيعة فقال الله عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك لأن حضرتك المنقرة الآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قطعت الرحم لا عزر الإنسان فيها إلا إذا كان طاريح الفراش إلا إذا كان محبوس أو إذا كان بقى في دولة تانية أنا متهيالي دكتور هو يعني هو مش آسل هو مشغول هو مشغول للناس بتشتغل ليه مع النهار ولو أخطف محافظة تانية غير المحافظة اللي هو فيها بيكون في نوع من أنواع الصعوبة في الزيارات شوفي ربنا أعطانا قاعدة جميلة في القرآن الكريم أرفتقوا الله ما استطعتم يعني الحمد لله يغتنم أي أجازة رسمية في الدولة كنا في أجازة عيد ودخلين على أجازة السنة الحجرية والأمة المسلمة والإنسانية بمسلمية وغير المسلمة بخير وسلام يعني كان ممكن بس حتى ولو ربع يوم ويغبر قدميه لصلة رحمه وبالذات العنصر النسائي طبق الأولى لأن فتح الباب على العنصر النسائي الخالة والعمة والأخت ثوابه عند الله عصير صحيح